يعني جريمة الاتجار بالبشر هي من احدى الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الاخيرة فبالبداية سيادة العميد اليوم تم اعلان من قبل وزارة الداخلية عن وجود تعاون مع الشرطة الدولية الانتربول في مجال شبكات الاتجار الدولية فما مدى اهمية هذا التعاون وما هي الاسباب التي دفعت الى التعاون في هذا الشأن تحديدا هذه الحملة الاخيرة والتعاون مع الجهات الدولية والمنظمات الدولية هذا موضوع جدا مهم من بعد الحملة الاخيرة لاحظنا وذرأيي طبعا قد رصدت لهذه الحملة امكانيات كبيرة وهي جريمة الاتجار البشر بحد ذاته هي جريمة عابرة الوطنية يعني هي اغلبها من جنسيات اجنبية من العمالة او من من يأتون الى هنا بعنوان الزيارة او مناسبات الدينية ومن ثم يتجاوز على الفيزة فيزة السياحة او فيزة الدخول لغرض اداء مناسك الزيارة ومن ثم يتحول الى يمتهن مهنة التسول هذا الجانب والجانب الاخر يجب ان يكون تعاون دولي حتى يتم ضبط كل ما له مساس بجريمة الاتجار البشر والتعاون من جانب المعلومات مثل ما هو حادث حاليا وحاصل مع السفارة السودانية او السفارة البنغرادشية احيانا يعطينا السفير بذات نفسه من خلال الحضور مباشرة الى الدوار كان ويتعاون بما يخص المسيئين واللي مطلوبين الى حكومته او كل من يتصل مثلا هناك عملات ابتزازة تصير من بين العمالة ايضا يتصل بذوية ويحاول يساوم على مبالغ مالية فهي الجريمة لا الها مكان ولا الها عنوان لكن بالتحديد جريمة اتجار البشر هي جريمة عابرة للوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة